السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد من دورة إنشاء تطبيق سطح مكتب باستخدام البايثون والبيكوتيفاي في الفيديو السابق قمنا بإنشاء الواجهة الترحيبية في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بتصميم الواجهة الأساسية للبرنامج هذه هي الواجهة الأساسية للبرنامج كما تلاحظون نحن نحتاج إلى أيقونات لذلك أولا نحتاج إلى تحميل أيقونات يمكنكم تحميلهم من الأنترات بصيغة البي ان جي هناك موقع اسمه فلات ايكون يمكنكم التحميل منه وأيضا سنقوم بإرفاق لكم الأيقونات التي قمت وعنا باستخدامها في مجلد المشروع نقوم بإنشاء مجلد باسم فوتوز ونقوم بإضافة هذه الفوتو بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى نعمل مين ويندو جديدة نجعل الويت 800 والارتفاع 630 نقوم بإضافة الرسورس الخاصة بنا نقوم بحفظ ملف الرسورس في نفس مجلد المشروع مثلا مين ويندو نعمل سيف نقوم بإضافة ونقوم بتحميل الصور كما تراه أيضا تمت إضافة الصور اللي نستطيع استخدامها في نقوم بتغيير لون خلفية البرنامج إلى اللون الأسود نضغط هذا هو ما تسمى تصميمه لحد الآن نقوم بعمل جديد هكذا مسلا نقوم بزعة من جديد كما تراهدون تم إنشاء هذا الإطار أقوم معنا بعمل الإطار الخارجي والذي يحتوي على جميع المكونات الآن نقوم بتصميم الإطارات الفرعية الداخلية نبدأ بأول إطار نقوم بعمل جديد نجعل الويتث الخاص به 200 وزلدون هكذا نقوم بتغيير خصائصه نجعل البوردر واحد بيكسل نغير لون إلى 93 125 17 نعمل كما تلاحظون ونجعل الحواف نعمل بعض الشيء بوردر ريديوز ثلاثة بيكسل نقوم بعمل اوكي نقوم بعمل جديدة نقوم بتسمي image options نقوم بتخصيصها نجعل background 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 color rgb mia وثلاثة بديسسعون mia 25 17 17 apply ok وبتكبيرها قليلا نقوم بتغيير لون الخط نجعله ابيض add color select apply ok نقوم ايضا بيجعل الحواف طائرية بعض الشيء border radius ثلاثة بيكس apply اوكي نقوم بترك مسافة هنا هكذا نقوم بعمل الجديدة نضغط عشرين نقوم باختيار ايقونة واحد اوكي هكذا مثلا الآن نعمل بوطن جديد البوطن select image لكي نستطيع تحميل الصورة select image نقوم بتخصيصه border واحد بيكسل solid rgb مئة وثلاثة وتسعون مئة وخمسة وتسعون سبعة عشر نجعل اولي الكتابة ابيض ونعمل border الريديوس ثلاثة بيكسل نقوم بالضغط apply اوكي نقوم باضافة لابل الجديدة ونختار صورة هذه الصورة نقوم بعمل border non change style sheet نقوم بعمل q push button نقوم بغلاغ العاكفة ونقوم بعمل hover اي ان عند مرور يتم تغيير لون الكتاب نجعل ونختار هذا اللون مئة وخمسة واربعون مئة وعشرون سيفر كما تراحظون عندما قوم بتمرير يتم تغيير اللون نقوم بعمل preview اقوم هنا بتصغيرها وتكبيرها قليلا اقوم بترك مسافة هكذا مقبول نوع الماء شبيه بالتصميم الخاص بنا نقوم فقط بتصغيره قليلا هكذا نقوم الآن بتصميم الجزء الثاني الخاص بالإنكريبشن نقوم بعمل copy ctrl c and paste ctrl c نقوم بتغييره للإنكريبشن نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل aya الباح بخت هكذا مقبول رسول نوع الماء. ويمكننا هكذا. نقوم بعمل جديدة. نقوم باختيار الايقونة رقم اثنان. هذه لسنا بحاجة اليها. نقوم بالتكبير قليلا. الآن نعمل الجديدة. نسميها كي. نقوم بحاجة اليها. نقوم بعمل الجديدة. رجي بي 255 255 255 بوردر اختار بوردر left color نقوم باختيار مثلا هذا اللون نعطيه ثلاثة بيكسل solid نقوم بتغيير هذه القيم apply ok اشتركوا في القناة نقوم مثلا بوضع هنا الآن نقوم نعمل plain text edit نقوم بوردر واحد بيكسل solid rgb rgb 46 52 54 border radius اشتركوا في القناة ومتكبيري هذه قليلة على الاموم. مقبول. نقوم بتصغيره قليلا. هكذا. الان نقوم بتصميم الجزء الثالث. يورميسج. اينا سوف نكتب البيانات الخاصة بنا. نقوم يعمل كوفي بيست. هكذا مثلا. هنا نجعلها يورميسج. نسنا بحاجة الهاتف. نقوم يعمل كوفي لهذه. نقوم بحاجة البيانات. نقوم بحاجة البيانات. اشتركوا في القناة رقم ثلاث هنا نقوم بعمل هنا نقوم تصميم الجزء الرابع نعم نقوم بعمل نعم نقوم بعمل هنا نسخة له ونقوم بعمل نعم نقوم بعمل نعم نقوم بعمل نعم نعم نرب خطوش نقوم باختيار height مثلا نقوم بعمل border نقوم بعمل نقوم بعمل نقوم بعمل لجديد اشي ينجريش تكست اخو باختيار ايقونة شو هكذا مثلا border none اشياء 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 نقوم بتكبير هذه ايضا هكذا نعمل الجديدة نقوم باختيار الايقونة اربعة نقوم بفتح التصميم الذي قمنا بتصميمه سابقا نقوم باختيار نقوم باختيار نقوم باختيار 세 نعمل نعمل التصميم اشياء نعمل اشياء نعمل 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 ووائد. أبير. أبراي، أوكي. نقوم لنبيت جايبا. حقا لا. الآن نقوم بغلق هذه. ننتقل إلى تصميم الجزء الثاني. الآن في الجزء الثاني أظن أنكم تعرفون مدى التصميم يمكنكم إكمال التصميم. نحن قمنا بإكمال التصميم لإختصار وقت الفيديو. فقط هذه عبارة عن Label. سأقوم بإعطاء Background Color. بهذا اللون. الأرجواني مثلا. وتجعل الكولر أبيض. هذا عبارة عن Line Edit. فقط أكتب هنا. Line Edit. كما تلاحظ. وقم بعملها Border. نفس الله. هذه عبارة عن Label عادية. هذا Push Button. لا شيء جديد. هذا عبارة عن Group Box. هذا Group Box. وهذا Group Box. ملاحظة فقط هنا. هذه الكتابة هنا. Information and Progress. Image Info and Process Info. هذه Little Label. هي تابعة لل Group Box. مثلا. لو فتحنا. Main Window جديدة. وقمنا بعمل. Group Box. كما تلاحظون. يوجد هنا منوان لل Group Box. تقوم فقط بالكتابة عليه. Info. وتقوم بتخصيصها عادي جدا. مثلا. تعطيه Color أحمر. Select. Apply. OK. كما تلاحظون. هذه ليست Label. بل هي تابعة لل Group Box. ولمن يريد العمل على نفس هذا التصميم. سأقوم برفعه على ال Gate Hub. وإذا أردتم تخصيصه بالذوق الذي يناسبكم فلا بأس. بذلك نفس المبدأ. فقد تغيير في الألوان والأشكال. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. نلتقي في شرح جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.